بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عمله ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حجاتا ولا نشورا وقال الذين كفروا إن أغى إلا إفكوا افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وظلما فقالوا أساطير الأولين اكتتمها فهية لا عليه بكرة وأصينا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنس أو تكون له جنة يأكل إنها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظروا كيف ضربوا لك الأمثال فطلوا فلا يستطيعون سمينا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأمهار تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأمهار ويجعل لك أصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا أرأتهم من مكان بعيد سمعونها تغير ضرور وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا طيقا مقرمين دعوه نالك ثبورا لا تبعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلب التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالبين كان على ربك وعدا مسكولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضلنتم عبادهم هماء ماء أمهم ضلوا السميل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولينا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبونكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نسرا ومن يظلم منكم نذبه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصدرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء أمن أولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عثوا من كبيرا يوم يرون الملائكة لا مشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما يعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقروا وأحسن مقينا ويوم تشفق السماء بالغمال ونزل الملائكة تنزينا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذ مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فؤالا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأطلوا سليلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وخوارون وثيرا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه آرون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا لآياتنا فدمرناهم تبنيرا وقوم نوحي لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعددنا للظالمين عذابا أليما وعاذا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأنفال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذوا لك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليبلنا عن آلهجنا نولان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلا ههو هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم لله كلا عام بل هم أضل سبيلا ألم ترين ربك كيف مد الظل ولو شاء ألجعله ساكما ثم جعلنا الشيء ألم ترين ربك كيف مد الظل ولو شاء ألجعله ساكما ثم جعلنا الشمس عليه دنيلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل الباسا والنوم صباتا وجعلنها ودشورا وهو الذي أرسل الرياح مشرا بين أبي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به ملدة ميتا ونصديه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كثورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهابا كبيرا فهو الذي مرج المحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فهو الذي خلق من الماء مشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الهي الذي لا يموت وسبح بحمله وكفى به بذنوب عباده خميرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ألسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها صراجا وطمرا منيرا وهو الذي جعل الليل وأن يار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يميتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان فراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تام وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئا بهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزهر وإذا مروا بالله ومروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمه وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبرون ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم اشتركوا في القناة